كيف أولى الإسلام اهتماماً بالمعاملة معاملة المسلمين مع بعضهم وبعض وأيضاً مع غير المسلمين نعم بدايةً الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابة الغرر الميامين وعلى الإنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد في الحقيقة موضوع الدين المعاملة موضوع في غاية الأهمية وقد أولى الإسلام أهمية خاصة جداً بموضوع التعامل مع الغير ولو نظرنا إلى العبادات فنجد أن هناك عبادات فردية ذاتية وهناك عبادات متعلقة بالغير العبادات المتعلقة بالغير دائماً بيكون أجرها أكبر وأعظم مثل على سبيل المثال بر الوالدين فهذا حق من الحقوق المتعلقة بالعباد ودائماً ما نجد بر الوالدين يأتي بعد عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وعبد الله ولا تفركه بشيء وبالوالدين يحسن نجد أن الصدقات والزكوات كل ما له علاقة بالغير فيكون أجر عظيم جداً حتى على الجانب الآخر الجانب السيء الغيبة والنميمة وقتل النفس وقتل المحصنات بتجد أنها يعني من الذنوب الكبيرة والتي تؤثر بشكل كبير جداً في حياة الإنسان وفي الآخرة الإسلام أولى اهتمام خاص جداً بموضوع المعاملة وحتى النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة طبعاً تعتبر جزء من الخلق عموماً ونبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدثنا عن الخلق قال إنما بعثت لأتمم مما كرم الأخلاق وكأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة إنما تفيد الحصر والقصر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليتمم الأخلاق وجزء من هذه الأخلاق هي المعاملات فالمعاملات هي التي تشكل شكل المجتمع المجتمع في تعامل الأفراد بينهم وبين بعضهم هنا تشكل إذا كانوا متحضنين في تعاملتهم إذا كانوا حماء في تعاملتهم إذا كانوا غاشين في تعاملتهم كل هذه الأمور بتؤثر بشكل عام ليس فقط على الأفراد ولكن على المجتمع ككل والدين الإسلامي لم يترك أي باب من أبواب الخير إلا ودلنا عليه ولم يترك أي باب من أبواب الشر إلا وحذرنا منه فنجد أن كثير من الأبواب المتعلقة بالخير فيما يتعلق بالتعامل مع الغير النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إليها فنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لمن قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وإذا اقتضى انظر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة لمن لشخص يبيع ويتعامل مع الناس بأسلوب سمح يعني نعطي مثالا أو ناتج من نواتج هذا التعامل السمح الخاص بهذا الحديث تحديدا رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى أكبر دولة إسلامية بها عدد من المسلمين أكبر دولة بها أكبر عدد من المسلمين في العالم ما هي؟ إندونيسيا إندونيسيا دولة ليست عربية ومع ذلك هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي بها عدد من المسلمين لماذا؟ كيف دخل الإسلام إلى إندونيسيا وإلى جنوب شرقياسة بشكل عام؟ هل دخل بالسيف كما يدعي الجهلاء الذين لا يقرؤون التاريخ ولا يقرؤون عن تاريخ الإسلام؟ ولكن دخل بهذا الحديث التجار المسلمين عندما دخلوا جنوب شرق آسيا إلى إندونيسيا وماليزيا وغيرها من الملدان دخلوا بسماحتهم في البيع والشراء دخلوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنبع اعتنق كثير من غير المسلمين الإسلام بسبب تعامل التجار المسلمين بأخلاق الإسلام وهنا بعد عشرات بالمئات السنين نجد أن الأكبر دولة به عدد مسلمين في العالم إندونيسيا دولة ليست عربية على الإطلاق يعني لا تتحدث اللسان العربي كيف يفهمون القرآن بداية فانظر إلى التعامل كيف أولى الإسلام التعامل مع الغير يعني أهمية عليا وقصوى بين أفراد المجتمع النقيد الآخر سبراهيم كان قرأت مقولة لأحد تجار تاجر صيني بيقول برضو شوف يعني مثلا أندونيسيا وكيف أعتنق الكثير من المغاية المسلمين دخلوا في الإسلام سبب حسن المعامل وحسن الخلق النقيد الآخر قرأت مقولة لأحد تجار كان تاجر صيني بيقول يعني تعجبت من بعض المسلمين يطلبون مني أن أتزور بعض التجارة مثلا التجارة عندي بوضع أمركات عالمية وهي ليس أمركات عالمية ثم حينما أقدم لهم الطعام يرفضون الأكل بدعوة أنه حرام فهناك ثلاثة نعم فأنا نقول لأسف هذا هو الواقع المرير الألم الذي نحياه في هذا الزمان عاوزين المعاملة طيب وإحنا نتكلم عن المعاملة بنوجه حدثنا النهاردة أكتر للشباب في برنامج مع الشباب عاوزيني قبل أن نتكلم عن معاملة الشباب مع غيرهم يكامل خصائص مرحلة الشباب وكيف أولى النبي السلام اهتماما خاصا بالشباب صلى الله عليه وسلم نعم بالطبع يعني المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى اهتماما كبيرا للشباب لأن الشباب هم عماد الأمة وهم مستقبل الأمة وحاضر الأمة كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهم اهتماما كبيرا جدا جدا فيما يتعلق بكل الأمور لكن بداية خليني أتحدث عن خصائص الشباب خصائص الشباب يمكن خصائص متقدة جدا تجد الشاب يافع القوة في فترة الشباب تجد متقد القوة والحماسة ولكن مع هذا تجد أن العلم قليل يعني مع القوة الزائدة والحماس الزائد والرغبة الزائدة تجد أن العلم قليل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذه الأشياء اهتماما كبير جدا يعلم أن الشباب بهم قوة بهم رغبة جامحة في كل أنواع الرغبات بشكل مختلف ولكن مع العلم أن العلم قليل يعني لسه الإنسان هو شاب خرج من فترة المراهقة أو فترة الطفولة إلى فترة الشباب فلسه الخبرات لم تكتمل العلم مختلف العيوم وعلى رسالة العلم الشرعي لم يكتمل فتجد هناك نوع من أنواع التخبط مع الخيار الأول للشاب بيكون القوة والحماس بيحب يحل الأمور بشكل عافا وشوية فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل الشباب بهذا المنظور بهذا التقدير يعني انظر على سبيل المثال نجد أن الشاب الذي كانت عنده رغبة في الزنا على سبيل المثال كيف أتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب أنظر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم عقول الشاب وكيف يتعامل معهم فدخل هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذنني في الزنة تخيل شخص داخل بيطلب كبيرا من الكبار وبيطلبها من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم فإئذنني في الزنة فالصحابة قالوا مه مه يعني زي زم النداء أنت بتقول إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بتطلب إيه؟ من مين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه أدنه يعني قرب منه فستخدم معه الأسلوب العطيف في البداية الأسلوب العطيف في الأول وابتدأ يخاطب العقل وكمان عارف الرغبة الجامعة فكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم معها قوة في التعامل لكن أمامه ممكن الشاب يرتدع لكن بعدما يخرج من أمام النبي صلى الله عليه وسلم حيفعل ما يشاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعني يخليه رقيب على نفسه فقال له أدنه شوفوا الرقة وحسن التعامل فقال له أترضاه لأمك يعني الزنة التي تطلبه ترضاه لأمك فقال لا فقال لا يا رسول الله جعليني له في ذائك فقال أتحبه لابنتك قال لا جعلان الله وفدائك أتحبه لأختك لعمتك لخالتك فهنا بعدما الشاب تخيل هذه الأشياء بعدما النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عقله فالشاب حديث مع نفسه تخيل يا هو الكلام اللي أنا عايز أعمله ده لو حصل في أختي أو أمي أو خالتي أنا مرضيش أبداً تفعل شنيع فالشاب من نفسه إنه ما قالوه ده حرام ده ما هو عارف الشاب أنه حرام ومع ذلك جاء طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله زينا القصة مش قضية أن أنا أعرف أنه حلال وحرام القضية أن يكون عندي سيطرة من داخلي أني أنا أفعل الحلال وأبتعد عن الحرام فهذه الكلمات القليلة من النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الشاب يتفكر ده فعل شنيع ده أنا مقبلوش على أهل بيتي إزاي أن أطلب طلب ده من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحدث أو هذا الموقف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده والشريف على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه الشاب يقول والله خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ما من شيء أكرهه مثل الزنة خلاص هو حصل عنده نوع من أنواع التحكم أو السيطرة الدخلية على نفسه وكره هذا المعنى بسبب كلمات شوف القوة لم تحارب بالقوة القوة حربت لأن هذا فكر القوة الغريزية حربت بالفكر النبي صلى الله عليه وسلم غير له الفكر وخلا من نفسه أنا أكره هذا الأمر ونسبة هذا الحديث يمكن من أرواع الأمثال الشبع الذين يدرب بهم مثل في العفة وأضم في حسن المعاملة حتى مع من أدوه نبي الله يوسف إنه عليه وعلى جميع النبي صلى الله عليه وسلم يدرب به المثل في العفة عن النقوع في الفواحش وكمان في حسن المعاملة حتى مع إخوته أخوت رغم أدوه ورموه في البيئة ومع ذلك أحسن معاملته معهم